الرأي العام يعني مثلا انا هتديلك مثال اليومين دول اسعار اللحوم مترجعة الكيلو قايم يعني ايه كيلو قايم للي ما يعرفش كيلو الماشية البهايم وانت رايح تبيع حضرتك في السوق الجموس او البقر الكيلو كده بيتوزن قايم بـ 48 جنيه ده كان وصل لـ 62 جنيه انا وانت نسقف ماشي واللحمة هتنزل بقت بـ 110 بس في مشكلة انت مش حاسس بيها كمواطن لاخوك المزارع وده لازم يشعر بها وزير الزراعة ويه بقية الوزراء اعضاء الحكومة الا وهي ان مربي الماشية الصغير اللي بيربي عجلتين ولا رسين غنم ولا مواشي اتخرب بيته وبيت اللي جابوه لان الاعلاف عالية جدا يعود يربي في الجموس او البقر حتة الماشية اللي معاه كم شاه يصرف عليها قد كده ياخد العجل فرحان هيبيعه مايلاقيش فلوس اتخرب بيته طب لو كل مربي من دول افل الزريبة بتاعته مش هتلاقي سروع حيوانية فاحنا لازم بقى كان هنا لجنة الزراعة تكتامع بنقيب الفلاحين نقاباء الفلاحين على مستوى الجمهورية يعودوا مع بعض ويشوفوا هيدعموا الفلاح ازاي ان شاء الله يطلبوا الحكومة بدعم اعلاف الماشية لكن انا ما اتنشليش خبر في الجرائد ويتقال لي هي الحكومة سهمت في تخفيض اسعار اللحوم لا دكرت على المزارع ما اللي برب الماشية راسين دول ده ده اقول لسروته ده مواطن بسيط غلبان بياخد بطاقة تموين زي حضرتك فلازم الحكومة تسمع صوته عشان كده انا مش هروح للبرلمان هروح ليه السيد رئيس الوزراء يا دكتور مصطفى مدبولي يا رجل المحترم مربي الماشية في الريف وفي الصعيد صغار المربيين اتخربتهم رفع تلفون صغير على نقاباء الفلاحين هيحكوا لك القص ولا نرضى في المصر فاندي الا اننا نتجاهل هذه الشكوة انا عندي خبر اهو كنا هنقولوا تراجع اسعار اللحوم عشرة جنيه وعشرين جنيه لا ما انا مش هاخد من جبل غلبان الفلاح ده وحط في جيب انا كمواطن واكون فرحان في مزايدة في اسعار اللحوم عند الجزار اللي ممكن يشتري كيلو اقل تلاتين اربعين جنيه وضرب المكسب في جيبه بس الدورة بتبدأ من عند الفلاح الاعلاف غالية جدا غالية جدا الفلاحين نهارده بيبيعوا المواشي بتاعتهم بخسارة ما انا بقولك المجتمع ده كلنا ركبين سفينا واحدة استاذ الجامعة البروفيسير الكبير قاعد جنبه الفلاح المرب الماشيه ما هي سفينة واحدة ما يفعش واحد يكسب واحد يخسر نغرأ السفينة تغرأ لازم كلنا نحس ببعض لازم كلنا ننقل شكوانة ونبحث عن حلول مع بعض وطالب بقى اي مسؤول شايفني في هذا الملف بحث ازمة صغار المربين على مستوى الجمهورية ترجمة نانسي قنقر